لا زلت أقرأ عليكم من الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 213 رقم الحديث 23 من الأحاديث التي نقلها من كتاب تأريخ قم للحسن بن محمد القموي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه ذكر كوفة وقال ستخلو كوفة من المؤمنين مطبوع هنا وفي بقية الكتب ويأزر عنها العلم لا معنى لهذه الكلمة الصحيح ويأرز عنها العلم ويأزر عنها العلم أزر بمعنى قوة وشدة ونصرة فما معنى مثلا ويشد عنها العلم ويقوى عنها العلم لا معنى لهذه الكلمة لكن إذا قلنا يأرز ينقبض قصوصا الرواية هكذا تقول ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها يعني في فترة السبات فإنها تجمع نفسها من الخارج وتدخل إلى الجحر وتطوي نفسها على نفسها فإنها تجمع نفسها في جحرها تنقبض تنجمع إلى الداخل ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز وليس ويأزر لا معنى ليأزر أنا أقول هذا لأنها مطبوعة في أكثر الكتب هكذا رأيتها في أكثر الكتب ويأزر يأزر لا معنى لها وإنما يأرز ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها قال ستخلو كوفة من المؤمنين إمامنا الصادق هو الذي يقول ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها في فترة السبات ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم إنه يتحدث عن العلم الديني وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين المستضعف في الدين هذا مصطلح شرعي المستضعف هو الذي لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل لقلة علمه لضعف عقله أو لعدم توفر المعطيات المراد هنا من أن المعطيات ستتوفر لأن نقم ستعود إلى الحياة في زمن تتوفر فيه المعطيات هذه الثورة المعلوماتية وهذه الفضائيات وهذه المنابر وهذه المساجد وهذه الحسينيات وهذا الإعلام الواسع وهذا 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 فهناك فرصة واسعة لظهور معطيات الحق ومعطيات الباطل فبإمكان الناس أن يشخصوا معطيات الحق من معطيات الباطل ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم ما هذا مثال بين أيديكم هذه قناة القمر الفضائية هذه قناة جذورها قمية مراد جذورها قمية ما أنا الذي أحدثكم نضجت فكريا وعلميا في مدينة قم هذا الذي قصدته ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال يعني حتى النساء التي في البيوت لا تخرج لطلب العلم ولا تخرج للتواجد في الأنشطة الاجتماعية المختلفة التلفزيون يصل إليها الإنترنت يصل إليها في البيوت نحن في عصر دخول العلم والمعلومات إلى البيوت من دون استئذان وإن كان الإنسان لا يرغب في ذلك كثيرون لا يريدون لقناة القمر أن تشاهد في بيوتهم ولكن أبناءهم عوائلهم يشاهدون هذه القناة رغما عنهم فإن حديث آل محمد بفضل هذه التكنولوجيا يمكنها أن يدخل في كل مكان ومن دون استئذان حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال وذلك متى وذلك انتبهوا إلى العبارة عند قرب ظهور قائمنا عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة هذه الحجة الفرعية الحجة الأصلية هو إمام زماننا وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة عليه هم حجة فرعية رواة الحديث علماء الشيعة حجة فرعية بقاء حجيتهم بارتباطهم بالحجة الأصل إذا ذهبوا يمينا شمالا فلا حجية لهم إذا جاءوا بفكر نواصبي وقالوا هذا هو فكر محمد وآل محمد لا حجية له هؤلاء مقصرة مثل ما قال الصادق للمفضل المقصرة أعداؤنا والناصبة أعداؤكم يا مفضل فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبقى في الأرض حجة الحديث ليس عن قم جغرافيا فقط في رواية أخرى في صفحة 218 وقال يبنى رسول الله هذا الذي يسأل الإمام الصادق رواية طويلة لا مجال لقراءة كل الروايات وقال يبنى رسول الله هذا خاصة لأهل قوم قال نعم ومن يقول بمقالتهم القضية في المقالة المقالة هي العقيدة هذه الرواية صفحة 218 رقم 48 وقال يبنى رسول الله هذا خاصة لأهل قوم فقال الصادق نعم ومن يقول بمقالتهم أهل قوم ومن يقول بمقالتهم ما هي مقالتهم نصرة القائم إنما سميت قوم بقوم لأن أهلها يقومون مع القائم ويستقيمون عليه وينصرونه الذين يحملون هذه العقيدة إن كانوا يقطنون في قوم أو يقطنون في البرازيل أهل قوم القميون القائميون ومن يقول بمقالتهم ليس الحديث عن السكنة في المدينة ليس الحديث عن الجغرافية أهل قوم أهل قوم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب أنا أسألكم أنتم يا شيعة العراق يا شيعة لبنان يا شيعة الخليج بالمجمل بغض النظر أن الثقافة التي تطرح شيعية أصيلة قطبية الخطباء الشعراء الرواديت المعممون الفضائيات مواقع الإنترنت الذين يقومون عليها الذين أسسوها إما خرجوا من قوم وإما تأثروا بالخارجين من قوم أليس هذا هو الواقع أو لا الآن الواقع الشيعي أليس هو هكذا أو لا بغض النظر نتفق مع هذا الطرح أو مع ذلك الطرح ما نحن نتحدث عن واقع بشري شيعي ليس معصوما يختلط فيه الحق والباطل والصدق والكذب والظلم والعدل والرحمة والقسوة والحسن والقبح لكن كل هذا إذا ما بحثتم عن جذوره هل جاء من كربلاء أم جاء من النجف النجف تأثرت بقوم وكربلاء تأثرت بقوم وقوم هي التي أثرت في المناطق الأخرى بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على مستوى طباعة الكتب على مستوى الفضائيات على مستوى الإعلام بكل أشكاله على مستوى الإنترنت وهكذا فيفيد العلم منه من قوم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض قطعا من الشيعة وليس من عموم الخلق من الشيعة الحديث عن الشيعة فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض من الشيعة لم يبلغ إليه الدين والعلم ثم يظهر القائم عليه السلام إلى بقية الرواية أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء في الروايات إنما أريد أن أضع المعطيات المهمة بين أيديكم ألا تلاحظون أن تناسقا وأن توافقا وأن اتساقا بين كل هذه المعاني أو لا على الأقل بنسبة احتمال كبيرة جدا وفي نفس الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رقم الحديث ثمانية وأربعين أقرأ جانبا من إمامنا الصادق يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده حدثني أبي الباقر عن أبيه السجاد عن جده أمير المؤمنين حدثني أبي عن أبيه عن جده الباقر عن السجاد عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله هذا حديث أمير المؤمنين يحدثنا به الصادق عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله نظرت إلى بقعة بأرض الجبل في المعراج نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء نظرت إلى بقعة بأرض الجبل خضراء أحسن لونا من الزعفراء وأطيب رائحة من المسك وإذا فيها شيخ بارك على رأسه بورنوس شيخ بارك برك على قدمي على ركبتي وإذا فيها شيخ بارك على رأسه بورنوس فقلت حبيبي جبرائيل ما هذه البقعة قال فيها شيعة وصيك علي بن أبي طالب هذه رؤية ملكوتية للأشياء قلت فمن الشيخ البارك فيها قال ذلك إبليس اللعين عليه اللعنة قلت فما يريد منهم ما يريد من شيعة علي قال يريد أن يصدهم عن ولاية وصيك علي ويدعوهم إلى الفسق والفجور فقلت يا جبرائيل أهو بنا إليه فأهوى بنا إليه في أسرع من برق خاطف فقلت له قم يا ملعون فشارك المرجئة في نسائهم وأموالهم وتحدثنا في الحلقة الماضية عن أن المرجئة في ثقافة أهل البيت تطلق على مجموعتين الأولى نواصب السقيفة والثانية نواصب الشيعة إنهم عباسيو الشيعة أمويو الشيعة هؤلاء بترية الشيعة هم المرجئة مرجئة الشيعة والحديث هنا عن الاثنين لأن المرجئة ما هم بشيعة حقيقيين سيحاربون إمام زماننا فقلت له قم يا ملعون فشارك المرجئة في نسائهم وأموالهم لأن أهل قم شيعة وشيعة وصي علي بن أبي طالب المرجئة إذن ما هم بشيعة علي بن أبي طالب وهذا يذكرنا بأي شيء يذكرنا بالروايات التي مرت علينا يذكرنا بالرواية التي قرأتها عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار صفحة 343 عن إمامنا الباقر لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة الإمام يتحدث عن إمام زماننا وأنصاره وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق قال إيو الله إلى آخر الرواية فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني إنهم شيعة الكوفة شيعة العراق فيقول لأصحابه استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم قال أبو جعفر ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر فيخرج إليه لحرب الإمام من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني جيش السفياني واضح مرجئة الكوفة من هل هم وهابيو السعودية يأتون يسكنون في النجف إنهم شيعة العراق شيعة مراجع عصر الظهور فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني ماذا يقول إمامنا الصادق في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإن رسول الله قال لإبليس قم يا ملعون فشارك المرجئة في نسائهم وأموالهم لأن أهل قوم شيعة وشيعة وصي علي بن أبي طالب إذن المرجئة ما هم بشيعة علي ولذا ينادي المنادي حينما يأتي صاحب السفياني إلى النجف وينزل قوته العسكرية في رحبتها فينادي منادي من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم لأن الذين في النجف ما هم بشيعة علي هم مرجئ تلاحظون أن الروايات يشد بعضها بعضا ألا لعنة على علم الرجال القذر ألا لعنة على علم الدراية والحديث وعلم أصول الفقه وأصول الكلام وقواعد التفسير الناصبي بكل ذلك دمروا ثقافة العترة الطاهرة إنهم مراجع الشيعة الكرام ألا تلاحظون أن الروايات تتواصل وتتفق وتتسق حتى ترسم لنا لوحة متكاملة واضحة